بدون كلل أو ملل وفي ظل ظروف استثنائية يرزح تحتها لبنان واللبنانيون عموما تنشط كاريتاس لبنان منذ زمن ليس بالقصير لتحاول قدر الإمكان تلبية احتياجات أبنائها فريق من المتطوعين المتحمسين رائدهم العزيمة والإسرار وحب الوطن ورغبة جامحة في رفع المعاناة عن أبنائه بالسبل كافة وخلف هذا العمل الدؤوب يقف الأب ميشيل عبود مبتسما ابتسامة الرضا داعيا شبابا إلى المزيد من العمل والاندفاع نموذج راق للعمل الإنساني المجرد من كل اعتبار آخر وقدوة في الانضباط والالتزام جعلت من كاريتاس لبنان محط احترام الجميع في أصعب الظروف تسلم الأب عبود رئاسة كاريتاس لبنان منذ نيسان 2020 أي في أصعب وأحلك الظروف التي مر بها لبنان ولا يزال ولكن كل تلك العوائق لم تثني جنود كاريتاس عن متابعة رسالتهم بل على العكس كانت حافزا لهم للمزيد من العطاء والتحدي الذات فخلال أزمة كورونا وما أخذه من تداعيات سلبية على الكثير من القطاعات لسيما العمال المياومين والمؤسسات الصغيرة قدمت كاريتاس لبنان حصصا من المواد الغذائية لتمكين المواطنين من الاستمرار كما عملت على تأمين فحوصات الPCR للمزيد من الوقوف على الواقع الوبائي لسيما في ظل غياب القدرة لدى الكثيرين على إجراء هذا الفحص إلى ذلك ساعد كاريتاس لتغطية الفارق في المبالغ المستحقة للمستشفيات في الحالات المرتبطة بالوباء كما عملت فرق من متطوعيها على إيصال المساعدات إلى أبواب المنازل للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي الإلزامي إضافة إلى تأمين 150 جهاز تنفس ووضعها في تصرف المواطنين على مدار السنة انفجار المرفأ التحدي الأكبر وليس بعيدا عن كورونا التنفجار مرفأ بيروت ليفاقم معاناة اللبنانيين ويفرض على الجمعيات الأهلية المزيد من المسئولية في ظل غياب أو عجز شبه تام لمؤسسات الدولة في هذا الإطار تلقت كريتاس ما يقارب 16 مليون دولار لتزال تصرف في ترميم المنازل المتضررة وتأمين الأدوية ومستذمات الحياة اليومية إضافة إلى الدعم النفسي وتأمين الطبابة والاستشفاء وفي بلد كلبنان يعتبر النجاح هو الاستمرارية في العمل بحد ذاته لا سيما في ظل الأزمات المتتالية وفي كل ذلك تشدد كريتاس لبنان على أنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون بديلا عن الدولة التي تطبق الملاذ لجميع أبنائها في الظروف الاستثنائية من هنا تشدد على أن عملها مع الكثير من الجمعيات وهيئات المجتمع المدني إنما يقتصر على تأمين البقاء على قيد الحياة للمجتمع ولو في الحد الأدنى لظروف العيش وتتوجه كريتاس لبنان بالشكر إلى فروع المنظمة في الخارج التي حرست على تقديم الدعم بكافة أشكاله إضافة إلى جهود المغتربين وبعض الجهات الداخلية التي تجهد في تحدي الظروف المأساوية التي وصلنا إليها آليات سهلة وتعاون تام للحصول على أي نوع من المساعدات تتميث كريتاس لبنان بسهولة آليات الاستفادة والجهاز الإداري الفعال العامل على الأرض مما يعطي فعالية ومصدقية لافتين ففي بداية عملها كانت تقدم المساعدة لمن لا يملك دخلا يعينه على الحياة إضافة إلى المرضى المزمنين وكبار السن ولكن في الظروف الحالية توسعت مروحة المساعدات وبدأت تشمل أولئك الذين لم يعد دخلهم يؤمن لهم الحماية الاجتماعية المطلوبة إلى ذلك تتنوع برامج الحماية التي تؤمنها كريتاس لبنان لغير اللبنانيين سواء اللاجئين السوريين أو العاملات الأجنبيات إلى جانب عملها لتخلية سبيل الموقفين أو تأمين ظروف أفضل لهم أما عن طموحات المستقبل فتعمل كريتاس على خلق برامج المائية تؤمن فرص عمل للشباب استجابة لمبدأ علمه الصيد بدلا من إعطائه كل يوم سمكة وتتنوع هذه المشاريع بين الزراعة والصناعة التحولية الخفيفة بما يساعد في تثبيت الشباب اللبناني في أرضه تبدو كريتاس لبنان خلية نحن لا تهدأ همها الأول والأخير هو الإنسان باختلاف انتماءاته وخلفياته تجهد لتأمين أفضل الظروف الحياتية وبلسمة الجراح ما استطاعت إلى ذلك سبيلا كريتاس لبنان تجربة إنسانية راقية وعنوان كبير من عنوين العمل الخيري فرضت نفسها على الساحة لما تميزت به من سرعة في الاستجابة وشمولية في الخدمة فكانت أنوانا للعمل الإنساني المجرد في أبهى صوره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر